وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم زبيدي يتباحث في تونس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد باتريس بارغامي وقد كان دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجال الأمن والدفاع والتنمية أبرز ما تطرقت إليه مباحثات الطرفين ذمن الزبيدي وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع جهد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس على أكثر من صعيد وأضاف وزير الدفاع التونسي أنه على المسؤولين في البعثة والقائمين على هذه المشاريع المندمجة التنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني كي تتحقق الجهود الناجعة عند تنفيذها والإتاحة والمتابعة والتقييم وقال الزبيدي إن وزارة الدفاع مساهمة في جهود الدولة في مجال تكوين الشباب عبر مراكزها التكوينية المهنية البالقة 12 مركزا إضافة إلى مركز لتكوين المهنية المختص في الغوص والأنشطة تحت المائية سينطلق عمله في شهر أكتوبر القادم من جهة عبرك برغماني بالمناسبة عن سعر الاتحاد إلى بعض مشاريع مندمجة بمناطق الجنوب لفاعدة الشباب والمساهمة في تركيز مركز لتكوين المهني بولاية السيد وزيد تتوفر فيه اختصاصات تستجيب لواقع التنمية برجها ودعا الوزير التونسي الهياكل المعنية إلى التنسيق فيما بينها بما يوفر عوامل تركيزه من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والاختصاصات والمكونين والإطار المشرف عليه قائلا إن أهميته تكمن في تكوين الشباب وتعطيره وتثبيته بجهته وتعاني تونس منذ سنوات مشاكل اقتصادية وأزمة بطالة دفعت بالشام محمد البعزيزي المنحدري من ولاية سيدي بوزيد إلى ضرع من نار في نفسه وتفجير ثورة الرابع عشر من يناير 2011 كما أظهرت دراسة أجريت مؤخرا استعداد نسبة معتبرة من شباب البلاد للهجرة لأسباب اقتصادية وقد خصصت تونس لاحتواء المشكل نحو 220 مليون دولار للعام الحالي